طلاب الثالث متوسط Well hello there يا بش حياهم سلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا رب تكونون بكل الخير والعافية وإياكم أستاذ وسامة محمد التميمي وإن شاء الله عندنا اليوم الدرس الثالث والدرس الرابع من اليونة الأول لذلك نبدأ على بركة الله بعد الصلاة على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم طبعا الدرس الثالث إذا تعرفون يعني بالكتاب عندك بي القطعة فالقطعة نجيها بعدين لكن كتاب النشاط أكو موضوع مهم وحلو يعني هو سهل ويفيدك كل شكل لغة انجليزية ومهم أيضا بالوزاري ألا وهو الفرق بين quite or really تخلي بالك شغلة إنه هذن اثنانات بعدهن صفة شكو وراهن صفة حلو هذي معناها إلى حد ما بينما really معناها حقا أو جدا إذن هذي ما طول عرفني إلى حد ما لذلك السهم شي يقول لتضعيف الصفة يعني أنا من شخصي يقول لي شلونك هقول لي I'm quite good يعني أنا زين إلى حد ما بس من أقول لي I am really good مثلا صرت بهذا الحالة إنه أنا دو أصف نفسي إنه أنا كل زين تمام بس هتقول أستاذ زيناني هذي بالامتحان شلون أقدر يعني أميزها بكل بساطة عندك هذي الدلالة ألا وهي quiet ال-A تجي وين وراها يعني هتكون موجودة بعد ال-quiet وقبل الصفة بينما really هتكون ال-A موجودة وين قبلها لذلك أنت من تجيك جملة بالامتحان بيها فراغ و-A شراح تجيب quiet بس من عندك فراغ وال-A نا موجود شراح تجيب هتجيب ال-really فقط هذا فيما يخص الدرس الثالث وقلنا معانيهن quiet إلى حد ما وال-really حقا نخليه أكتبهن نجي على الدرس الرابع عندي الأسماء المركبة يعني الدرس الرابع بهذا الموضوع الأول وهذا الموضوع الثاني هذا عندك أنت اسماء مركبة هذا الموضوع موجود عندك أيضا بالسالس الإعدادي لكن غير كلمات بس كفكرة موجود اسم مركب شنو يعني اسم مركب يعني اسمين كلمتين كلمة بيها معنى وهذا اللي هو خم بيها معنى بس من خليتهن سوى طلع لي بمعنى جديد هذا هو الاسم المركب اسم باسم صار اسمين كلمة وحدة بنوعين يأما تكون كلمة وحدة أو لا الاسم هذا وهذا يكون منفصل أستاذ هذا الشيء باش يفيدني هذا يجيك يأما بسؤال الإملاء أو يأما يجيك بسؤال التوصيلات ياهاي ياهاي أدنا مثلا كلمة ويند بروف ويند بروف معناه الجامعة الأمامية مع السيارة ويند رياح بروف تجي يأما دليل أو شيء مانع فمن نقول ويند بروف كلمة وحدة بقى كلمة وحدة مو منفصلات كلمة وحدة معناه الجامعة الأمامية مع السيارة منين جاية بقى منين جاية جاية من ويند رياح بروف منع فصير إنه هي اللي تمنع الرياح عن وجهك من السوق بينما هذه اللي هنا ديسك بريكس تلاحظ إنه منفصلات موسوى لكن أيضا نطتني معنى جديد ديسك بريكس اللي هو لكن مشابه لحد ما للأصل يبعتبر ديسك من الدسكات بريكس واصل المكابح فصارت الدسكات اللي تصير على التاير على موت شنو تلزم لبريك هذا فيما يخص هذا الموضوع اللي هو الأسماء المركبة جدا بسيط وقلت لكم وقولها مرة ثانية يجيك هذا يا أما بسؤال التوصيلات أو سؤال الإملاء أما هذا الموضوع اللي مهم جدا على وهو giving reasons إعطاء الأسباب عندك هنا قاعدتين القاعدة الأولى هي أم السو والقاعدة الثانية أم التو السو طبعا بالمناسبة أخلي ببالك شغلة إنه هذا ما يطول عندك إعطاء السبب يعني الجملة حيكون عندك أنت بيها سبب وبيها نتيجة تمام؟ هذا السو الورا هاش راحي يكون نخليها قاعدة ببالك ثابتة السو دائما وراها جملة النتيجة لذا نفس الشي ويلتو طبعا السو كأداة ربط حتكون موجودة في وسط الجملة وانتكون بالوسط وراها فاعل زائد يأما عندك كان كمثبت أو الكانت كنفي أو عندك الويل كمثبت سوف والوانت يعني لن كنفي أما التو بكل بساطة هنا تجي معناها لكي هذه التو حيكون عندك وراها فعل مجرد حسنا نجي على ذن الأمثلة المكتوبة هنا ذن أمثلة مهمات جداً لأن من الكتاب لذلك مرجحات جداً يجنب الامتحان اللهم إلا في حال الأستاذ مالتك جاب لك فد أمثلة خارجية أول مثال يقول لك إت إز إيزي تو بوت أب سو يو وونت ويست تايم يقول لك من السهل أنه أنت تطرح قصده يعني حسب اعتقادي بهذا المثال أنه أكو عملية طرح رياضية فالعملية سهلة لذلك يو وونت ويست تايم أنه أنت ما راح تضيع وقت مش عندك هنا عندك سبب وعندك نتيجة أنا النتيجة لا أضيع وقت السبب أنه أنا عندي هنا المسألة الـ put up أو مهما كان هذا الشيء عندي هنا هو سهل It is easy to put up It is easy to put up سو الفاعل يو ومن ثم شعدنا أما الـ can't count أو الـ will want جاءت عندي الـ want وأكيد تكملت الجملة اللي هي فعل ويست إلى آخره المثال الثاني There are clear instructions هناك يعني التعليمات واضحة تمام So لذا أو لذلك You can put it up easily هنا يقول لك التعليمات واضحة لذلك أنت تقدر تطرح في حال قصد تطرح لأن الأمانة هذه الـ put up تجي يشيد أو يبني تجي يطرح ويلمساء للرياضية فيعني خلي نقول يطرح فدي يقول له يعني أكو مسائل أو تعليمات واضحة لذلك You الفاعل والكان وتكملة الجملة خلي بالك الكان وحتى الـ will أو الـ want هذا أني دائما يكون وراها عندك فعل مجرد اللي هو put it up easily بسهولة هذا أني مثاليا على القاعدة الأولى القاعدة الثانية أيضا بها مثاليا اللي هي there are disk breaks هناك ديسكات مكابح to help you stop quickly لكي إذن التو معناها لكي لكي تساعدك في التوقف بسرعة ش عندك أنت هنا بهذه الحالة عندك سبب وعندك نتيجة ومثل ما قلنا إنه هذا التو مثل السو يعني اللي وراها تكون جملة النتيجة والقبل هيكون عندك السبب لذلك أنت ش عندك عندك سبب السبب وجود الدسكات يعني المكابح النتيجة to help you لكي تساعدك على التوقف بسرعة المثال الثاني it has the latest suspension يعني السيارة بيها آخر اصدار أو من الدبلات نحن هذا suspension بالعلاقة نسمي صدر مع السيارة تمام to لكي to help you keep on the road لكي تساعدك في الحفاظ أو تحافظ بالطريق يعني بين قوسين السيارة تبقى متزنة وما يصبح بيها أي مشكلة إذن اللاحظ هنا عندي آني سبب وعندي نتيجة السبب إش عندي وجود الدبلات الجديدة مع السيارة النتيجة هتخليك تسوق يعني وانت مستقر وما عندك أي مشاكل بالقيادة هاي فيما يخص درس اليوم ألا وهو الدرس الثالث والدرس الرابع هسا راح ننتقل إلى كتاب النشاط ولازم الكتاب يكون موجود يمك على مودة نحل التمارين المهمات جدان عيوني هسا فتحولي كتاب النشاط على صفحة تسعة أدنى هذا التمارين رقم أربعة اللي هو عبارة عن معاكسات هذا أني أنت لازم حافظه لأن تجيكي بسؤال الإملاء أو لربما التوصيلات أول وحدة محلولة اللي هي فانتاستيك معناها مذهل وياها مخليلك تيربل إذن الفانتاستيك ويا التيربل الثانية آفول فضيع الحل مالث هو الأكسلنت ممتاز بورينج ممل فن ممتع چيب رخيص اكسپنسيو غالي أو باهظ دينجرس خطر سيف آمن أقلي قبيح بيورفول جميلة أو جميل غير مهم المهم هذن يا طلابي لازم تكونون حافظيهم دريخ أدي هاد الملاحظة اللي أخدناها على الصبورة اللي هي الفرق بيعني كويت وريلي وشرحناها لسه رح نيجع لهذا التمرين اللي هو رقم ستة يقول احنا ش قلنا قلنا الريلي الآة تكون موجودة قبلها اللي هي أداة النكرة أما لكويت حتكون الآة موجودة بعدها لكن للأسف هذا شي مدائما حتلاحظون هنا مثلا الجملة الأولى the panther is فراغ fast ما عندك هنا لكن أنا اضطرت استخدم الريلي لسبب أولا أنه هذه الجملة أصلا ما أخذيها من القطع واللي أنت لازم قاريها وتعرفها أما الشغلة الثانية دي يقول لك يا سيارة كل السريعة you have to be careful يجب أن تكون حاذرا إذن هي مو إلى حد ما سريعة ما كلش سريعة لذلك بيطلع دلالة بسيطة ألا وهي careful حذر إذن شي سريع ومنها كحذر معنى هالشي اللي أنا داسوق أو صاعدة كلش سريع إذن أخلي كلمة careful دلالة واربطها ببيش ويجم لهاي والحل ما لها الريلي ثنين it has a فراغ beautiful shape you love it هنا بكل بساطة جتني ال a موجودة ثلاثة I think it is فراغ a cheap bike what do you think هتلاحظ هنا عندك ال a موجودة هياتها إذن أنا جبت الكوايت لأن الكوايت يأتي وراها ال a طبعا معنى ما الجملة هو أعتقد أن هالباسك اللي يعني رخيص إلى حد ما what do you think ما هو رأيك d the exam was فراغ quite difficult but not like the one last year الامتحان كان صعب إلى حد ما لكن مو مثل الامتحان ما سنة اللي فاتت إذن هنا أنا تلاحظ الجملة ما بيها a يعني ما عندي a بعد الفراغ زين اش راح سوى هنا الدلالة اللي عندي بهذه الجملة هو وجود but not like the one last year استاذ هذي كلها دلالة أنا بي أقول لك فقط البت يعني حدد لك البت فقط اللي هو هذا بس يعني ما كو شي ثابت ما كو قاعدة ثابتة هنا لذلك أنا حددت هذه الجملة لأن أنت لازم تعرف أنه المعنى عندك مهم يعني راغ important it's the only thing I look for يقول لها أنا أعتقد أنه الأمان هو أكثر شي مهم أو مهم جدا هو الشيء الوحيد اللي أنا أبحث عنه خاصة من أشتري أو أدور سيارة هنا أنا من نجي على المعنى حتأكد من استخدام really حتقول استاذ أنا معنى ما عندي ضعيف ريد دلالة ما مشكلة همطيك كلمة important إضافة إلى safety أنوية الأمان خوة ما أدور أمان إلى حد ما أما شيء آمن 100% أو ما أخذه لذلك safety والimportant كشي مهم هذا يكبر ذلاء اللي تفيدني لأنه أنا أعرف الجملة اللي عندي هتأخذ really النقطة الأخيرة I bought my phone three years ago اشتري التليفوني قبل السنوات so it's فراغ old now هو قديم إلى حد ما يعني ثلاث سنوات ترى مو هوية لكن اللي عنده تليفون بيدت بين هوية فالفكرة شنو أنه هو قديم إلى حد ما my dad is seven years old بس ما لابويا سبع سنين لذلك أنت هنا صار عندك صار عندك مقارنة هنا ثلاث سنوات وهنا سبع سنوات إذن أنت تليفونك قديم إلى حد نكتب كوايت لسه نجي نكمل نجي على لسن فور طبعا الدرس الأول اللي عندك هنا اللي هو match the words to make compound nouns عمل أسماء مركبة حليتها قدامكم على مده سهل للكمية ولازم تحفظو هذا يجيك يا أما إملاء يا أما توصيلات بشكل أساسي محل حلويات موقف السيارات مكتب الاستعلامات مانعة الحشرات أو فتشي ضد الحشرات insect proof airbag الكيس الهوائي مع السيارة swimming pool المسبح video game لعبة الإلكترونية sun roof فتحة السقف litter bin سلة المهملات والشاب assistant عامل المتجر يسا أندي هذا التمرين المهم جدا على وهو استخدام السو ويالكان أو الكانت أول جملة يقول لها airbags be safe in a crash طبعا كل المقصود بهذا التمرين إنه نتحدث عن السيارة فأنت طبعا هذا مهم يجيك بالوزاري وجواه هوايا سابقا الحل ما جملة الأولى قال لك cars have سيارات تحتوي على airbags so you can be safe in a crash لنحدد لي بالسؤال استخدم الكان أو الكانت يسا نجي على النقطة الثانية البي bluetooth اللي هو البلوتوث تعرفون فحقول cars have bluetooth connection السيارات تحتوي على اتصال بلوتوث so أجيب الفاعل اليو ومن ثم الكان وراها الفاعل اللي هو listen to music لكي تزغي إلى الموسيقى GPS get lost حقول cars have GPS so that you أنا كاتب want أو الكانت لكنه محدد هنا فقط الكان أو الكانت لذلك مبدئيا نحذف هذه الوانت ما نحتاجها نبقي فقط الكانت get lost d electric windows open the windows easily أنا حلتها ويلتو وصرا ححلها أيضا ويلتو ويلتو حسب اللي طالب مني هنا أبو التمرين ذا ويلتو راح أقول cars have electric windows to open the windows easily ونحذف هذا الجزء ونعدله نقول so you can open the windows easily cars have electric windows so you can open the windows easily السيارات تحتوي على نوافذ كهربائية لكي تمكنك من فتح يعني النوافذ بسهولة sunroof الفتحة ما سقف let sunlight into the car تسمح بمرور الضوء إلى السيارة راح أخلي هنا يأس على مت الطبق ويهذا الاسم فحقول cars have sunroofs تحتوي السيارات على فتحات سقف so you can let sunlight into the car على مت تقدر انت تسمح بمرور الضوء إلى السيارة tinted windows نوافذ مظللة see into the car easily على مو تشوف بداخل السيارة طبعا اكيد السيارة المظللة حتى ما تشوف بداخل السيارة يعني هستخدم النفي فراه اقول cars have tinted windows تحتوي السيارات على نوافذ مظللة so you can't see لكي لا يكون بامكانك انه تشوف into the car easily حتى تقدر تشوف شن اللي بداخل السيارة هذا فيما يخص giving reasons اعطاء الاسباب هسه اذا خلصنا التمارين حبايبي هستوصلنا ان شاء الله على نهاية الدرس اليوم يا ربي كان درس خفيف ولطيف عليكم اذا الفيديو عجبك واستفادت من عنده انطي لايك اللايك يفيدني وما يضرك اضافة الى مشاركة الفيديو على موضلة بخلب المعلومة بس لنفسك خلي الكل تستفاد من عندها this is it I remember study hard a dora subjet peace out مع السلامة